السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب الجميع يكون بخير وحشتونا رغم من الوقت قليل جدا يعني يوم واحد بس الحقيقة أنا متحمس قوي قوي للأطلال والتكمل للأطلال والمايستر عارف عني أنا بيحب الحاجات القديمة والتقيلة وحابي بشرحها فإن شاء الله كده تكون حلقة موفقة بوجود طبعا لمايستر ومحمد عكالي صديقي وحبيبي صديق العمر وإن شاء الله كده نتوفق وبعد ما نخلص هنجيب بعض الأسئلة إن شاء الله اللي حضرتكم ترحتوها في التعليقات اللي فاتت إحنا توقفنا فين بقى لمايستر؟ هنجيب بعض الجزء الثاني كانت الموسيقى اللي قبل كده اللي هي بتاعة موسيقى 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 وبعدين يمشي بقى صورو القانون يقول الكلام ده. حيكون على مقام الكرد صح? جديدة كرد? خلينا نمشيه ونشوفه عشان ما نشعزين نسبة الاحداث. عشان بجاهز الى كمية. لما انت جاهز على طول. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. وهنا هتبدأ. ناخد السوفيج على المقطع ده. طبعا هنا احجاز على الحسيني. يعني لا سي بمول دو ديز ري. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. الثانية دو بيكار بقى بس طبعا هي أسرع من كده طب نحل حت دي بس لأن حل الحت اللي باتي دي انت قلت اللي رجع حجاز على الله وأظهر بس ميبين والفوق اه هو كده رجع بقى هاوند سول كأنه لا ولسه تقول فا جيز ايه هاوند سول ايه هاوند سول ايه هاوند سول يعني هو طبع طبع لهاوند النوع بالغير ما يركز على الأساس على نعمة السول عشان بس يروح لد ايه يسخل ربوعه والدوكة والدوكة رحي الكورد بقى رسمي اه 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 هل يعني راح مناخ بشلاس بالأنوم كده على فكرة عشان ما توحيش لدي صلع وهي طبعا ايه صايخة السمع و ايه و مركزة ايه و راح الدخل تغني بقى طب نقول بقى المقطع موسيقى 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 أنت بني فنة تامة فناء والسلام درسي ناس الفارس سول فا مي فا مي ري مي فار ري كان عمل سول فا مي بي كار فا وبعدين مي ري مي فار ري تأكيد للإيه؟ للكرد دايماً عربة البوسريك بتأكد الوصول للكرد البوسريك اللي هي اللي بيتمهد اه بيتمهد وانا حب وقلب هاي هنا برضو في عربة حلوة وانا حب وقلب هاي عمل سي بي كار لمس خفيف كده خفيف يمكن يكون مش باية حتى وانا حب وقلب هاي وانا حب وقلب هاي وفراش حائر من كده نا حب وقلب هاي واللي قابليها وكل مرة طبعاً مكلسومة عادتها عدة مرات في كل مرة بتقول الفابيكار فاري عشان تستلم من وانا حب او لو هتعيد اينا مني نفس التسليم ده بتستلمه او بيسلمه لو هتنقل بقى لكن لو خلاص مش هتعيد وانا حب وقلب هاي وفراش هايرون بيروحوا بقى عاملين ايه ري دو سي لا صول فا دي از ري سي دو لا صول فا دي از ري سول وهنا عمل يعني قد طعم الحجاز على الدوكا وفي نفس الوقت راح راح راكز بقى على النهواند اللي هو الصور يعني هو اكد في الحقيقة هو اكد نهواند الصور ليه ليه يا مايسترو لا اكد نهواند الصور عشان هيدينا رصد عليها يعني ليه اللغة دي من من الأجاز لما تاخد حاجة من حاجة غير لما تباشر فيه حاجات مباشرة تبقى تعمى جدا 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 زي مثلا استاذ الصنباطي محدش عمل زيه في ديب ازاي في المفاجئة جيه في في راست الجركة راست الفا في مقطع كده من قصيدة اراك عصية الدم وعمل راست الفا ومسالة الراست الفا وهب راح رازع الله بكار في المقطع بتاع ايه وفايته وفي بعض الوفاة في بعض الوفاة فليين الموسيقى اللي قابله يعني طبعا فيه مفاجئ وفيه بيجي لازم منه تنبيه عشان يبقى حلو فالرجل عمل هنا ههواند النواء اه لمس نهواند النواء كده اهو اصلا خلقنا ههواند النواء اه اهو مزبط منبادر يعمل اهو مزبط اهو مزبط اهو مزبط اهو مزبط اهو مزبط اجمل مقطع نص واجمل مقطع ونشوف الباني نعم ومن الشوق يا رسول بيننا اهو مزبط ده رسط صول رسم 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 رسمي اهو مزبط اهو مزبط اهو مزبط وصلنا لصول نعم رسط صول وغنت را را حبس اهو مزبط طبعا السي نص بمول فا نص دياز نعم و بعد ذلك سيعد الحاجة سأقول لكم عليها دلوقتي اهو ماشي في طريق هنا في تلميس لسي بمول في الغنى حتى في الغنى مكنسوم يباهي وماشي ترال ترال في صدر في طريق مؤمر تي تي تا تي تا تي تا تا بقى فا دياز بقى ايو فا دياز ومي بمول تمام؟ كأنه ايه؟ كأنه حجاز بتاع جنس الفرع بتاع السول ري مي بمول فا دياز اهو مزبط ايوه احسنت ري مي بمول فا دياز ري مي بمول فا دياز ري مي بمول فا دياز كل ده بقى ايه؟ على النفس التجديد او التشكيل الجديد لأنه يقلناه حجاز على الدوكة ورصة على نهواند على النواة وهنشوف دلوقتي يعني التلميس النهواندي ده وهو طلع هيبقى حالة تانية ومشايد في طريق المؤمر تذب الفرحة فيه قبلنا 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 وضحكنا كعطيف الليل فا بكار فا بكار ايوه؟ حجاز فعنا ولا فسبتنا ضلنا وينجز راحت الارواح بقى راسي؟ اوه نقول له من بعد الفا بكار ورجع حجاز ده قولناها بتمل سي ري يعني هو كده راحت ارواحي بقى راسي سي ري ضلنا ضي ضرنا ضلنا ضلنا ضمن ضلنا 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 واحجاز بتقول لي الf تظهر هل رأى الحق سكارة 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 مثلنا سي دوري مي فاسور سي دوري مي لازمة بتأكد المقام كله على بعضه يعني من السي نص بمول سي دوري مي فاسور سي دوري مي سي سي دوري مي فاسور سكارة 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 هنا صور فامي كانوا عامل أنفاس الطير كده منفس منفس كمية أنفاس الطير كرد على الرئيب كرد على الرئيب بس يبقى ركوزه كرد على الدرجة الثالثة من مقام راحته سكارة يعني كرد بدل الحجاز يبقى اسمه أنفاس الطير سكارة 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 بالتعليم سكارة وليقك مؤمر تحب الفرحة فيك قبلنا وضحكنا دمك طفلنا يدي معك وعداك فسبقنا ويرجعوا كل مزيكة دي نفسها تاني ويصفوا عليها وبعدين يدخل تدخل يدخل سلو كمانجا المرة دي كمانجا هيقول ايه بقى سلو كمانجا بس في السجون ده يعني الله وهتقول بقى ايه كأنه خطف فانتبهنا انتبهنا بعد ما زال الرحيق وأفقنا ليت ألا نفيق يقضت ومطاحت بأحلام الكرم وتولى الليله والليل صديق واللي بعده أجمل منه وأرأي منه لما ياخد الرصد بقى واللي ده للحلقة الجاية ان شاء الله ان شاء الله بسانا عجبتني السلو كمانجا والخطفة الخطفة بعد ركوز السينوس كما نحن 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 راكي والخطفة باقى من قوة راحت الأرواح دي اللي كانت غيرين لها ما هو في تقول لك ايه انت سليل كان ازاي المترجم للقناة توقف سي نصف ويرح تحت بها ياخدنا في النهوان ايه شوف اه شوف طبعا بلعبة بسلوه بالرود هي كمان جاء صوت لي جاءت وكده جميل من الفنان الجميل الحفناوي أحمد الحفناوي الحفناوي طبعا ده هيكون لقائنا المرة كي إن شاء الله ودلوقتي يعني أولا في حاجة محتاجة توضيح تاني في الجزئية دي يعني حد كده أنا لا أعتقد إن في حاجة مقصة يعني لو في حاجة تحب تضيفها تفضل يعني حلو إحنا المفهول حد ترد على حد بس قبل أن أرد على حد النهاردة الفن العربي والمصري فقد أحد أكتاب المعاصرين الفنان الموجي الصغير رحمة الله عليه رحمة الله عليه اليوم توفق إلى رحمة الله تعالى الفنان الموجي الصغير اللي هو الموجي محمد أمين نجل الفنان محمد الموجي نسأل الله له الرحمة والمغفرة والفردة والسلام رحمة الله رحمة الله رحمة الله رحمة الله رحمة الله طيب كان فيه أنت بتقول فيه حد فيها بردو فيه حد بعت لنا سؤال برضو مهم جدا في قصة كده خاصة بكتفصير أعمل حاجة لله جبت معي تليفون التاني عشان عشان تقدر تتابعه أنا السؤال التاني فاكرة يا نفاكر من الزاكرة بس مش فاكر من اللي بعته بصراحة لكن هقدر فاكن للسؤال نفسه السؤال جايلي على الواتس هاي؟ جايلي لسالة صوتية على الواتس؟ الواتس لسالة صوتية وحد بعد تالي من العراق طب نسمح؟ ما أنا على التليفون على التليفون اللي بتسجل بيه لكن ما أنا فاكر محتواها يعني اه لا الراجب بيشكورني ما نشوف الأول لسالة اللي عندك بقولك التاني هو أنا طبعا أنا كنت واخد التليفون برضو اللي بيصور بس يا الله هحاول دور عليها بسرعة كده والله في تعليق برضو عجبني هنا من الأستاذ خالد بسليمي بيقول والله حرام برنامج زي ده لا ينتج على مستوى التليفزيون جمهور حي يستمتع معاكم بنفس التلقائية هذه وبدون إعداد تستحكون الشكر على المجهود الرائع كل شكر وتقدير لك يا أستاذ خالد كل أستاذ المشاهدين وطبعا أنا رديت عليه قلت له أشكرك وإن شاء الله أبدأ عملكم نص اللي ما تتمنوني بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله يعني أيضا يفضل السملي البيتي من قاعدة جميلة تاكري دعني أنه قال نفس النكهة دي هو عايز إعداد ولا الكلام ده هو بالتلقائية دي من الزكرة والعلمك هو أحسن حاجة أشيره للمصطبة ده لا يوجد أحلم منه أيضا نعم هناك أيضا تعليق يقول من الأستاذ أحمد نجار يقول المشهور أن لونجرياد هو يعلق على لونجرياد وهي فرح فزا والأصوب أنها سلطانيا سلطانيا فرح فزا وبوسلك لما نصور النهواند على الدوكا على الريه يبقى اسمه بقام بوسلك وبعدين ما نقول نهوانده خلاص يا جماعة نهواند على الصور نهواند على الفاء نهواند على عفريد يعني ما تشغلهش بارك وقاوي بالأمور دي جاي لأحد الكتب يعني طبعا في كتب 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 يتعدى 1400 مقام مين لا يقعد وهم كلهم في الاخر بحاجات مكررة يعني كذا على كذا يبقى اسمه كذا كذا على كذا يبقى اسمه كذا طب وليه أنا أشغل دماغ المتعايم ولا دماغ العام حتى بقسرة الأسماء مين لا يقفز 1000 و300 مقام وهو نفس المقام مكرر هنا اسمه نهواند فجع الدماغ أنا أعرف الأجنس وتركيبة المقام والمقامة الرئيسية من درجاتها الرئيسية وأي حاجة بعد كده مصورة ايه يعملني هواند الصول غلط في ايه ما برا ما فيش الكلام ده برا ميجر وماينر وبتاع وشوائة المقامات الكنسية ومصورين عمرك ما تلاقيه يعني يقولك دوريان من على الصول بقى اسمه اه بالضبط دوريان يا كامس انت بهمني احنا شغلين احنا اللي بنسبب بنفسها المشاكل في التعليق الأستاذ علي هو مش باين قدامي الاسم علي في نقاط فعذرا يعني الأستاذ علي بيقول عندي فكرة بما انك أستاذ ومعاصر الفن الحقيقي الأصيل نريد ان تعطينا سر الاختلاف من الفن الأصيل الى الفن الهابط وسر وسر الناس على تقبل الفن الهابط اتمنى يا أستاذ انك تتحدث عن هذا الموضوع في اقرب وقت ممكن وانا كتبت له حاضر انتظر الحلقة القادمة اللي هي دي هو ده تعني ايه كتب دور عليه نعم يعني تحب ترد يا ماشر فالبداية لا يا رود انت باقول بازلش اولا انا بصح اول حناخد منطق كده يعني يقولك ايه الحرام وبين والحلال وبين بازل طلب النحل الشرعي وبينه قبر ومشاب مشتبين فانت برضا عارف الفن الازيل ايه والفن الهابط ايه مش محتاجة واتطحلك با كلام انا فاهم اصدر بس انا عايز اقالك مبدعيا كده ده ظاهر وده ظاهر ده باين هو يقصد ان احنا نقول ايه الفرق بينهم ماشي ليه الفن الاصيل كان اصيل وليه الفن الهابط كما ذكره الفن الهابط اصبح هابط تمام بداية كن الفن بنقول عليه اصيل وغير اصيل ده موضوع نسبي بمعنى انه لو اجدادنا اللي عصره مدير المهدية وما قبل لما ظاهر ظاهرة الموجة الجديدة والآلات الأرجو كانت منبوذة تماماً وكان يقول عليه الاغنية الشبابية الهابط وكان في تلك الوقت كان فيه الفن الهابط بمعنى كلمة هابط يعني ايه اللي كان يقام في البارات وفي الحنات ويا خرجها من باب الحمام وكل خد عليه خوخة والحاجات التانية اللي فيها مش عارف كلام خارج يعني فيها كلام خارج كتير والأغاني هي موجودة موجودة وكانت في تلك الفترة برضو بيقولوا عليها فن هابط لدرجة ان قبل ظهور أم كلسوم كانت مصر كلها كانت تشبعت بعديد الأغاني وكانت فيها الحفلات وكانت فيها الحفلات فأصبح الفن هابط والموسيقى بقت حرام أي حد يدندن بقت حرام لما ظهرت سيدة الغناء العربي أم كلسوم وبدأت تغني ألوان مختلفة عن الموجود بدأ صدها يزيع بدأت رغم أنها في البداية غنيت مثلهم على فكرة لكي لا كنت ظالم في البداية غنيت مثلهم فمين من الشعراء أتذكر أحمد رامي هو اللي بدأ يكتب لها كلام راقي وشوية بدأت تخش في القصايد تغني القصايد فأصبح الفن لهدف هذا على إيد المكندسون والصنباطي وعب العلاء محمد من قبله ومن جاءوا بعد ذلك ومن جاءوا بعد ذلك فكون موضوعا أن أقول هذا فن أصيل وفن هابط هذا موجود في كل زمان بالضبط وأنا بقول أنا نفسي كرأي شخصي أنا بقول ده مطلوب وده مطلوب بس باحترام يعني فيه فن فيه فن شعبي جميل الذي يرقصه ويهرقصه كلنا بحب نفرح لا يوجد أحد يفضل في الأطلال المناسبات الإجتماعية السلبية أو الحزينة أنا كلمة على أن المناسبات الإجتماعية الموجودة كتير ومطلوب كل الألوان بس أهم حاجة ما يبقاش فيه إسفاف إسفاف يبقى زي ما قلت من شوية أيام مدر المهدية وغيرها يعني من قبلها كان فيه إسفاف ما كانش فيه كان فيه بس إحنا دلوقتي لو هنتكلم بقى عن الواقع الموجود فيه أغاني كتير سريعة اللي يحبون عليها الشبابية أو اللي هي مش ترابية يعني ده مطلوب للشباب مطلوب لي نحنا كمان أحيانا من نحب أن نساق السيارة مفرح شوية لكن إسفاف بقى وتقول لي كلام جنسي سريح في أغنية يبقى كده اسمها إلة أدب لا أغنية ولا فن هابط ده بقى اسمه إلة أدب ده بصراحة وأشكرك جدا على الموضوع اللي طرحته يعني نعم ما شاء الله أنا أقول لك بقى قال لك افتكرت أنا الرسالة اللي هي بتاعت الواقع تلوات ساب دي هو حد من العراق يعني بس أنا نذكره اسمه حجر فارتوسي اه 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 افتكرت اسمه راعد الفارتوسي هو بعد رسالة صوتية بيشكرنا وكده وبعدين بيتكلم على حتة التحليل أو التفسير النجم اللي احنا بنعمله ده ايه الفرق ما بين التحليل النجمي أو التفسير اللي احنا بنعمله ده والنقد الفني احنا بنعمله ده احنا بنعمله ده تفسير النجم وتحليل النجم ونفصل الموضوع ايه والنقد الفني هو النقد الفني كله تحليل من اساسه اساس التحليل يعني النقد الفني لازم يكون محلل جيد جدا وبعدين لازم يكون على على نوع مختلفة من الموسيقى في العالمية والمحلية عشان يقدر يكون فكرة عن عمل ينقضه وبصدق لو فيه اخطاء هيتطلحها من خلال تحليلاته لو فيه ايجابيات هيمدحها ويوضحها بس فهو يعتبر النقد هو تحليل كله تحليل في تحليل هو تحليل شامل لانه هيتطر طبعا فيه نبض بناء ونبض هدام ترجع لشخصية النقد لكن زي ما حضرتك قلت الحتة النقد ده هتنقضها ككلمة هتنقضها كلحن هتنقض الفنان لو هي حاجة لايف على المسرح كفتو عملة ازاي ستوب غناء هندسة ستسوب عملة ازاي حضور الجمهور كمان ازاي يعني الجمهور عملوا ايه؟ يعني حيدي فكرة عامة اه ده غير ما ممكن يكلم عن العمل من الصيابة اولا بتاع ففعلا حتة النبض الفني هي عملية اشمل او عملية شهورية لكن نضمن تحليل وتلحين كمان ليه بقى لانه ممكن ييجي مسلا في جزئية كان مفروض الجزء ده تناوله بشكل مختلف شوية ويد افتراضيات ويد افتراضية يقول كان عمله كذا وكان عمله كذا وكان عمله كذا ولو ان النقد الفني دي دراسة احنا عندنا في الاكاديمية معهد اسمه المعهد العالي للنقد الفني ففي دراسة النقد دي مش اي حد يطلع يونكو دي مش انا النهار طلع كده انا ممكن اتكلم فوتوزئية لكن اه النقد ده له اصول وله دراسة فمش اي حد يبقى اناقض فني والنقد له اسلوب لكن اللي احنا بنعمله احنا عملية تحصصية شوية ان احنا بنكمل في الامغام وندخل معه احيان الكلمة شو بصرر في كلمة دي ازاي اتناول الموضوع ده ازاي يعني النهاردة في حلقة النهاردة كان فيه مقطع اللي بيقول هالدراء الحب السكارة لو انا هبقى ناقد فني انا دراسة هتقمص الناقد الفني لمدة دقيقة او اكتر شوية طبعا كلنا كلنا بتغلط مفيش حد ما بتغلطش مفيش حد معصوم ابدا ولا مكلسوم ولا عبد الوهاب ولا اي حد رغم ان عبد الوهاب لم اعد عليه خطأ واحدا الى الان لا انا عندي اخطأ دي كال طيب المهم اللي خليها في موضوعنا المقطع بتههالدراء الحب السكارة انا شفته كزا تسجيل السيدة امو كلسوم مع فرقتها فيه مقطع دخلت سلموها وهي دخلت غلط وبعدين بتاع الاقاح حاول يقلب حاول يعدل نفسه ده مين بقى حفيفي وهو قمة بس مجلة من الله يسو يعني المخ بيركب في لحظة كده عادي جدا بس الفرقة كده الغريب بقى ان الفرقة كلها مشي كل الكبلة لحد ما قالت لحد ما خلصت نهية الكبلة اللي بقوله تبتع هرر الحب السكارة مقلوب الاقاح وبعدين لما جاءت عيد دخلت صحة انا كموسيقي وتناقض فني ما شوفش ده واقول ابا ده غلط لا الموضوع مش كده الموضوع مش كده الموضوع ان انا اعرف بقى في الصحة لان في الحالتين الاقاع ماشي على فكرة يعني في البغت عدد بالذات سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانه بشكل هو كأنه متنين يعني اربعة اربعة بس هو متنين يعني ايه يعني يمشي كده ويمشي كده مش هتعرف ان انت تقلق مقلوب الا عند قدام شوية لما تتصدل بالواحدة المفروض ان الصحة بتدخل لما تتصدل اللي صح تتطل مع الدم الرا ال الحب السكارة تتت مت متلنا رررررررم ولكن لا SUcribe الرا الرا الحب سكارة يعني انnia نزلت تديجياتي هذا هو المفروض أن يكون في دروعة الثالثة فإذا لم يكن ذلك سوف تمشي لكن الصح هو ما قلته في الآخر هذا نقط عندما جاءت حتى أتأكد من الصحة سمعت أغلى الحفلات وجدت الموضوع أنهم كانوا الآخرين في هذه الحفلة لكن الحفلات الثانية كلها نظل مضبوط الحتة دي أصلات خصوصية قوي يعني اللي قفشها واللي بسكها واللي يحطي لها قوي واحد مزكاتي لكن قد يكون الموضوع الفني ليس ميزيشن فممكن من حلوة الجملة هو ما يحطي شي له على موضوع الخطأ كان موضوع الفني هناك نقطة مهمة بقى يعني أنا ليه تعليق على موضوع النقد الفني اللي هو الواحده ده في الأكاديمية عندك مفروض النقد فني يكون متخصص طبعاً أنا راجل موسيقي يعني أنا مثلا خلصت بها فيدريستر بقية موسيقية فعمل نقد فني في الموسيقية ما أقولك هو أنا خلصت بقية موسيقية هيدرس نقد فني كده من غير ما ليه فهم مزيكة أو ليه فهم تمثيل هو بياخد قواعب أصول النقد يعني أسليب النقد وزي ينقض وكامل الفند وكلام ده لكن بيبقى فجانه في الموسيقية لكن أقول إنه ممكن يجي واحد أقولك هالحاك ناس مثلا من الصحفيين بعد بعد المنقاض والتأس عبيد لكن ده للصحافة أقول ده أرس أصول صحافة مبتاش بعيد بس حضر حفلة مثلا لفلان الفراني فيقوم ماسك كاتب بصفة عامة لكن ما يقدرش يحط إيده على حتة خصوصية ذلك ده اسم القصور فالحتة دي ما يحطش عليها إيده غير حد لازم تخصصه شاطر فاهم يعمل إيه يعني إيش مش أي كلام طيب في حاجة تاني بقصة حتى أقولنا عليكم لا أقولنا عليكم يا تبقى ألف عافية وشاكرين الناس اللي تحمدت لنا السلامة من حال ألفاتك كنت أدعبان وأصوص محمد كمان والناس اللي تتوصل بالسلامة ألف شكرين كلكم ودايما كده أصدقاء وحبايب مع بعض دايما يا رب إن شاء الله في آخر الحلقة نشكركم لحصل المتابعة وأيضا ما تنسوش الاشتراك في قناة رسال الشريف وتعفيل الجرس وكذلك الاشتراك في قناة افتكاسات الفنون وميوسيكال سكيلز ولميسرو حامل الفكهاني وتفعل الجرس وعشان نوصل لكم كل جديد لنا حلالتنين وإن شاء الله نشوفكم الحلقة الجاية مع القسم الختامي للأطلاق وانتبهنا السلام عليكم وحسنا وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة